أسدى الله أوقاتكم صباحكم ومسائكم بجمال الحياة واللذة الحياة وأجمل لحظة عمركم وبأرزاق الله تعالى لا تعد ولا تحصى بين القبول والحاكوة بثي أولا ما هو مفهوم الحاكوة بثي الحاكوة بثي أو الطب الحاكوة بثي أو حاكوة رفايتلايز أو الإنعاش بالحاكوة أول شيء كلمة حاكوة من مصطلحين من كلمتين بالإنجليزي واللاتينية أول شيء من كلمتين حاكوة حاكوة من الكلمة الإنجليزية أي معنى ساخن وأكوة من الكلمة اللاتينية أي معنى الماء إذن حاكوة في مصطلح واحد حاكوة أي معنى هو مفهوم الماء الساخن أما حاكوة بثي بثي من الكلمة اللاتينية أي دراسة علم الأمراض والصحة الإنسان إذن حاكوة بثي أو حاكوة بثيك ميديسين من الطب الحاكوة بثي أو حاكوة رفايتاليز ثيرابي الإنعاش بالحاكوة والعلاج بالماء الساخن أو حاكوة هنا هذا يعتبر هو بمثابة نوع جديد من الطب الشمولي الطب الطبيعي علاج طبيعي وليس يقتصر على علاج بل يقتصر على إعادة حيكلة الإنسان في أعلى مراتب جسم الإنسان من الصحة بجميع أربع جوانبها الجسدية العاطفية العقلية الروحية وإعادة قدرة جسم الإنسان كما خلق في أحسن خلق على قدرته الكامنة نحو الشفاء الذاتية والصيانة الذاتية والوقاية الذاتية طبعا من مبادئ الطب الأستيوباثي المعترف هنا في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يخرج أطبائها بمسمى طبيب التقويم الطب التقويم أو الطب الأستيوباثي يعمل على مبادئ أساسية وهي المبادئ الأساسية للطب الأستيوباثي بحيث أن جسم الإنسان يمتلك كل القدرة الكاملة في الشفاء ذاتي والصيانة الذاتية والوقات الذاتية بينما الجمعية الأمريكية للصحة الشمولية جاءت بمفهوم تعريف للطب الشمولي على أن جسم الإنسان يتكون من أربع أجزاء متصلة بينها بعضه البعض وغير قابل للتجزئة وهذه الأجزاء أي جزء الجسدي ثم الجزء العاطفية ثم الجزء العطقلي ثم الجزء الروحي هذه أربع أجزاء تمثل منظمة متكاملة للصحة الإنسان الصحة المثالية الصحة الشمولية بينما الطب الحاكوباثي هو الطب الجديد الذي تم تسجيله في مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لعلمات التجارية وبراءات USPTO United State Patent and Trademark Office وهذا المكتب يقع تحت مكتبة الكونغرس الأمريكية مسجل يعني كل ملكية تستر تسجل في مكتبة الكونغرس الأمريكية الذي يعد لتابع للحكومة الفدرالية الأمريكية ويخذ لأعلى درجة من الحماية من الحكومة الفدرالية لصحب الفكرة أو الملكية الفكرية صحب الاختراع أو الاكتشاف الآن مسألة القبول القبول هذا مصطلح مهم جدا وأرتعينا بأن من خلال أبحاثنا وتعمقنا وهذه الخبرة توصلنا إليها على امتداد 14 سنة منذ اكتشفنا الماء الساخن الحاكوباثي وأسسنا الطب الحاكوباثي في الولايات المتحدة الأمريكية وجدنا بأنه فعلا أول شيء الطب الحاكوباثي يعتبر اللغز المفقودة الكنز المفقودة الذي يمثل صناعة العفية مجرد انسجامه مع الطب الأستيوباثي كما سلفنا قبل قليل والطب الشمولي وبتالي هذا يعتبر جزء أهم لمنظومة متكاملة الصحة البشرية الصحة الجسدية والصحة العاطفية والصحة العقلية والصحة الروحية وقدرة الجسم على حماية من كل النفيات والسموم والبكتريات الضارة وال فيروزات بما فيه حتى فيروز كورونا فيروز فيروز كورونا 19 وكذا جميع الفيروزات إذن الوباء سيكون شيء من الماضي لأن الإنسان أساسا مخلوق وليس مصنوع وخلق في أحسن تقويم أي يمتلك أعلى مراتب من القدرة الذاتية قدرة في الشفاء الذاتي الوقاء الذاتي والصيانة الذاتية الكان ينقص هنا هو الطب الحاكوباثي بحيث يغذي جسم الإنسان بالوقود الطبيعية بحيث الإنسان مخلوق وبتالي يعمل هذا المخلوق هو النظام وجسم الإنسان اعتمادا على وقود طبيعية أساسية وهي هذا الوقود تمثل المصدر الوحيد في خلقه تكون كل إنسان وهذه الوقود تقع من ضمن الحاكوباثي استثنائيا وبتالي حتى يوصل للقبول وعندما قمنا بمراجعة ما هي الأسباب التي تؤدي بعض الأشخاص يحققون أعلى مراتب من الفوائد الصحية والعلاجية لهذا طب الحاكوباثي والبعض الآخر لا يستفدون والبعض الآخر متذبذبين بين التطبيق في فترة وزمانية ومن ثم التوقف لأي سبب من أسباب وبذلك وجدنا بأن القبول يلعى دور كبير جدا على الإنسان يحقق أعلى مراتب من القبول وكيف إذن يمكن تحقيق ذلك القبول مع الحاكوباثي أول شيء الإنسان يفهم ويقتنع وتوصل معلومات وفقا تماشيا مع ميوله وثقافته وانتمائه ومن شبه ذلك فالحاكوباثي له علمي في كل زوايا سواء في العلم الحديث جهة أكاديمية للتريقة تقديم بحيث جميع الأبحاث التي اجريناها الامتداد 14 سنة منذ اكتشفنا هذا الحاكوباثي وأسسناه في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2012 وبتالي وجد 2015 أفوان في عام 2016 تحديدا فبراير نعم وتأسيس حاكوباثي ومن ثم الملكية فكرة تابعة لحاكوباثي قبل سنتين أو ثلاث سنوات كلمة حاكوباثي الطب الحاكوباثي وبذلك فمن الضرورة توصيل المعلومات للشخص بطريقة تتماشي مع ميوله ومعتقداته وعقيدته وعمره وثقافته وعلمه وماشي بذلك إذن تحدث ما عالم في علم الطب طبيب أو عالم في الكيمياء أو الشخص يميل إلى الكيمياء أو الفيزياء أو في العلم في العلوم بالشكل العام يجب أن تقدم المعلومات بطريقة علمية تماشيا مع طب البيولوجي علم الأحياء وهذه الدراسات التي إجريناها كافية أن تقنع أي شخص متثقف متعلم شخص أكاديمي من خلال تجزيئة هذه المواد كل طبيعية مغذيات من الماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة وماذا كل واحد فيها تلعب دور كل مادة من هذه المواد تلعب دور هام جدا جدا نحو حفاظ الحفاظ على النظام متكامل جسم الإنسان وفق لمبادئ الطب الأستيوباثي والطب الشمولية كما أصلافنا قبل قليل أما إذا شخصي يميل إلى علم الدين أو القرآن الكريم سمثال مسلم إذن المعلومات توصل إليه أو إليها بطريقة وفقا لعجازة العلمية للماء الساخن في القرآن الكريم وكذلك وعن الآيات الكريمة كثير عن حول الماء وكذلك تحديدا في العجاز العلمي في صورة الواقع يقتصب الماء الساخن تحديدا في صورة الواقع خلط الماء والنار إذن ماء الساخن إذن هذا له الشرح مختلف إذا الشخص يميل إلى دين آخر إذن يستخدم علمه الذي يميل إليه أو إليها حتى يختنع أو تختنع وإذا الشخص صغير في العمر طفل إذن طريقة قناعة تختلف إذن عملية قناعة إقناع الشخص توصيل المعلومة يجب تكون متماشيا مع الشخص بذاته وفقا كما أصلافنا قبل قليل وهنا هذه الرسالة مواجهة لأخي المسلم المسلم أخي المنثقف المسلم أو الغير المنثقف حتى الأمي هذه الرسالة مواجهة لكم بحيث كيف تحقق أعلى مراتب من القبول القبول والقبول لا نهاية كلما مواظب ومستمر على جميع الأسليب الصحية والعلاجية والطرق والجميع الإرشادات الصحية والعلاجية كلما حققت أعلى مراتب منها القبول مع مرور الزمن يعني معناه إن إذا بدأت من اليوم أن التأجير راح تحقق خلال الأسبوع تختلف عن التأجير تحقق خلال الشهر أو بعد سنة أو بعد خمس سنوات أو بعد عشر سنوات كلما مع مرور الزمن تزداد الفوائد إذن كلما يزداد القبول هذا القبول مهم جدا جدا بتالي على غرار الشخص الذي يتسلق جبال الحياة اللانهائية ينظر إلى قمة جبل ثم يقول إنني حققت الفائدة واستفدت لكن من ثم لا يتقف هناك لا يقف هناك ومن ثم يبدأ ينظر هناك جبل أعلى ليبدأ يواصل تسلقه وتسلقها جبال التالي الأعلى عن القبل ويواصل رحلته متسلقا جبال الحياة اللانهائية من جبل إلى جبل أعلى وهكذا ذلك القبول يزداد مع مرور الزمن ومع الالتزام والتطبيقات هذه التطبيقات الصحية والعلاجية الستة التي ذكرنا مرارا ماذا قوة إيمان الشخص بهذا ماذا تطبيقه التزامي بالتطبيق ماذا الاستمرارية حال الشخص من وقت الآخر يستبق من ثم يتوقف استمرارية إذا نقطة مهمة جدا منه من هذا التطبيق الثالث التطبيق الرابع التقدير حل الشخص يقدر حل يواصل المعلومة على آخرين حتى يواصل كلما نقلت هذه المعلومات على آخرين كلما أيضا نسبة القبول تزداد علمي انتفى به والصدقة جارية وأيضا المبدأ من المبادئ الأساسية والأخير قبل الأخير المواظبة حل المواظب حل أنت وأنت مواظب كما استمتعت أو استفدت وتستمتع بهذه الإرشادات الصحية والمعلومات التي من وقت الآخر من التي تلقيتها وكلما واضبت والتزمت كلما كان زاد نسبة زادت نسبة القبول وأخيرا فهم زياها بقدر المستطاع كلما ساعت نحو الوصول إلى أكبر نسبة من المعلومات كمية أكبر من المعلومات لأن هذا كلها موسوعة متكاملة فكلما فكلما ساعت الحصول على المعلومات التي من وقت الآخر نقوم بتنزيلها وخصوصا في موقعنا في قناتنا اليوتيوب وكذلك عبر وصائل الاجتماعية الأخرى كواتساب وما شبه ذلك وغيرها هذه المعلومات كلما ساعت للطلاع عليها والعلم بها بقدر المستطاع كلما كانت نسبة القول زادت إذن الاستمرارية مهم جدا والزمن مهم جدا الشخص الذي بدأ اليوم خلال الأسبوع يختلف الشخص الذي التزم بالكامل خلال الأسبوعين وشخص آخر خلال شهر وشخص آخر خلال سنة وشخص آخر خلال عشر سنوات وكذلك إذن مع المدة لا توقف هذا المدى للحياة لأن الإنسان يمر إلى دورة الخلايا بالشكل يومي في كل اللحظة تتساقط الخلايا وتنمو خلايا جديدة هذه دورة الحياتية من خلال دورة الخلايا تتم بشكل دقيق جدا ولكن جسم ينهار تدريجيا بمجرد يستنزف من واحدة ولو واحد من هذه الوقود الأربعة الاستثنائية الماء الأكسجين الهيدروجين والطاقة وفهم كل هذه المنظومة متكاملة للطب الحاقوباثي ونقطة مهمة جدا هنا طبعا هناك دراسات التي سميت بدراسات بالوهمية بالوهمية أي معنى أن بالوهمية معنى أن الشخص الذي يحصل شيء مجانا لا يعرض قيمته ولا يثمن من الصعب بينما الشيء الذي يدفع ثمن عالي فلن كون دفع ثمن عالي فيسعى الإيمان بأن فيه فواد بغض النظر عن نتائج ومن هنا من الضرورة نفصل بين الشيء المصنوع والشيء المخلوق والمخلوق فالمخلوق هو الإنسان سمي الإنسان من ضمنه من ضمن تكامل المخلوقات على الكرة الأرضية الإنسان لأنه هو العالم هو المثقف هو الأمي هو هو كله هو صانع الحضارات هو هو البان الحضارات ومشبه ذلك هو المعلم هو المثقف هو في كله إذن الإنسان أساسا مخلوق وليس مصنوع لكن ليمتلك هذه القدرات من العلم في عملية الاكتشاف والتصنيع والابتكار والاختراع ومشبه ذلك من خلال العلم ف ما جاب في حكم تنزيلها قال الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالإنسان هنا إذا سعي في ناحو الاكتشاف والابتكار والاختراع والتصنيع ومشبه ذلك لكن ليتذكر بأنه ليس مصنوع إذن هو مخلوق إذن يسعى إلى إيش إلى الاكتشاف الأسرار المخفية التي جعلتها ونعم الله تعالى عليه وعليها هذا العلم كيف بدأ خلقه وكيف اكتملت مراحل خلقه يعني مراحل نمو الإنسان الجنين وحتى والولادة ومن ثم بعد الولادة انقطعت هذه النعمة هذه المواد الطبيعية وتوفرت الله ولها مجانا أثناء مرحلة التكوين والنمو الامتداد فترة التكوين الجنين قبل الولادة لكن مع الولادة مباشرة تنقطع هذه المواد الطبيعية لذلك بهذا العلم الذي سعين فيه نشر المجتمع بأن لا ينقطع يجب لا ينقطع إذن مجرد تولد الطفل إذن هنا تبدأ رحلة جديدة من مواصلة تغذية الجسم بهذه المواد الاستثنائية الأربعة الطبعية التي تغذي كل خلية للحفاظ على قدرة صحة الجسم الشاملة وحماية الجسم وتفادي كل الخوف والقلق من الإصابة ما يسمى بالأمراض وتفادي استخدام ما يسمى بالعقاقير الطبية نحن لا نهاجم شركات الأدوية نحن بالعكس نقدر جهود جبارة التي تتقدم شركات الأدوية من جراء الأبحاث الدقيقة من العلماء الذين يبذلون مجهودا جبار لدراسة الطب البايولوجي وجسم الإنسان وكيف تعاملهم مع الأمراض ولا نقلم من شأن الأطباء الذين يعالجون المرضى من خلال اعتماد على الوصفات الطبية هذا هو الطب الذي توصل إليه بعد الحرب العالمية الثانية الأولى يعني من خلال اكتشاف البنيسلين أو المضاد الحيوي لذلك بدأ كل الدراسات وكل النظر والدعم من الحكومات على علم الأدوية دراسة جسم الإنسان وكيف ممكن علاج جسم الإنسان من الأمراض واليقيت من الأوبئة الغرار وباء كورونا فيروس فيروس كورونا هذا 19 الذي هز العالم ولازال تحدي قائم وستتواصل تحدياته كل السنة سنتين الغرار يتجدد والإنسان يدفع ثمن والبشرية تدفع ثمن والحكومات تدفع ثمن والباحثين يدفعون ثمن والأطباء يتعبون ولا يذوقون النوم النوم مع أسره مع أفراد أسره ومش بذلك الممردين وتاقم الصحة تحت منظمات الصحية وجهات حكومية الصحية كوزارة الصحة ومش بذلك يبذلون مجهود جبار لذا هذا هو التكنولوجيا الذي يتوصل إليه الإنسان العلم بعد الحرب العالمية الأولى لكن كل شي يحدث من خلال الثورة العلم العلم العالم التطورات التي تحدث في العالم في العلم في الطب في جميع المجالات تحدث لشكل الثورة إذن نحن الآن في الثورة القرن الحادي والعشرين والثورة الصحة التي جاءت لتكشف بأن الإنسان المخلوق لا يمكن هذا المخلوق بأي حال من الأحوال يتأقلم ويتأم ناسب مع كل ما صناح الإنسان لأن الإنسان لا يستطيع يصنع ولو أكزغر جسمه في جسم الإنسان أصغر عضو كال بسمة أو الشعر لا يستطيع يصنع الشعر وينمو كأغلغرار الشعر الطبيع الذي الإنسان ونعم به من الله سونا و تعالى في خلقه ينمو طبيعيا لكن لا يوجد شعر مصنوع ينمو ويمكن زراعه وينمو وكذلك كل عضو من أضاء جسم الإنسان فالإنسان إذا كان أصغر مخلوق النملة أو البعوض لا يستطيع يصنعه ويكون لديه عقل في امتصاص الدم أو النملة مثل يخذ السكر ويخزن السكر ويعلم المواسم وما شبه ذلك يؤدي يجمع السكر وسكريات لتوصيله للمالكة وكذلك لهم جيوش ولهم يعني متعونين بشكل متكامل هذا أصغر مخلوق من أصغر مخلوقات بل هناك أصغر بكثير هناك مخلوقات غير مرائية لا نرى بالعين مجرد وهناك مخلوقات غير معلومة لا يعلم الإنسان عنه فيحاول يكتشف من وقت الآخر لكن هذه من المعجزة إلهية فهناك مخلوقات مرئية وغير مرئية ومخلوقات معلومة وغير معلومة والعلم يحاول يكتشف الغيراث كورونا فيروس هذا كورونا موجود منذ أول زمن ومسألة يتجده بس العلم يكتشف لكن أساسا موجود لذلك الخوف من هذه الإصابة أو بيئة بالأمراض وإلى مات يواصل إنسان يتعذب ويدفع ثمن إذا إنسان الشخص هو واحد بس يمرض جميع أفراد الأسرة تمرض معنويا معنويا إذن الآلام والمعاناة البشرية تستمر والأمم تدفع الثمن والدول تدفع الثمن باحثة على تكاليف الرعي الصحية على حساب التكاليف لإقتصاد الوطن ما يثر سلبا ذلك القبول مهم جدا فهنا كل الذي نحاول وتوجهنا على الولايات المحتلة المحتلة والتأسيس هذا الطب هو الهدف إنقاذ البشرية ليعادة تذكير الإنسان افتح عينيك لتكتشف من أنت ومن أنت أنت مخلوق جسمك يعاني ويتعذب ويشتكي ويبكي لا تعمل بالمصنوع فأنا مخلوق انظر كيف أنا تكونت بداخل رحمة الأم هذا هو العلم الذي ينصب كيف تكونت فألم تكتشف ذلك اسع على اطلاع كيف أنا تكونت وكيف اكتمل خلقي حاله كان هناك أي شيء مصنوع يكتمل يؤدي لإكتمال خلقي أبدا بالعكس التدخل أي مصنوع مع الجنين قد يؤدي على ضرر فما تولدت يعني الإنسان إلى أحسن خلقة أحسن تقويم مكتمل جميع اكتمال الخلقة جسديا عاطفيا عقليا الروحيا إلا إذا كان هناك تدخلات خارجية من مصنوعات البشرية هي التي قد تضر حتى الطفل الجنين وان ثم يتولد بخلقة بوجود مرض أو لكن نادر طفل يتولد ولديه مرض لكن تبدأ هذه الأمراض وأنا متحدث أن الأمراض ليس مجرد أمراض جسدية بل هناك جوانب العاطفية والعقلية والروحية إذن القبول مهم جدا حتى يصلك القبول لتكتشف بأنك مخلوق وأي شيء تطعاتي بحاجة الشفاء هو دواء هذا مصنوع الدواء هذا مصنوع من مواد كيميائية ولذلك بالرجوع إلى أكبر مكتبة في العالم تابعة مكتبة صحية تعطي معلومات عن الصحة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة الحرية البشرية التي لا يعلم البشر إلا من الذي يكون متواجد في البلد هذه مكتبة تسمى ميدلاين بلاس دوت أورغ أكبر مكتبة على مستوى العالم ادخل لهذا الموقع ميدلاين دوت غارف دوت أورغ دوت غارف تابعة الحكومة يعني حكومة موقع هذا ادخل أي دواء أي دواء الذي بحاجة أنه يساعد الإنسان بخلوه من المرض أو اشفاء من المرض أي دواء ستحصل هناك معلومات بالانجليز طبعا أي أضرار جانبية لهذا الدواء ستجد مجموعة متكامل مجموعة ما لا يقيل عن 4 إلى 5 و10 أو حكومة أكثر أحيانا طيب أنت وأنت تعالج نفسك من جانب ولكن تخلق مشاكل يعني العلاج مرض سواء مثل تعامل مع مرض سكري لكن تخلق مشاكل أخرى أكثر من يمكن عاشرة مشاكل لهذا الدواء الذي سيجل بلك مصائب وليس مشاكل فقط إذن تدهور وضع الصحي لكن هذا التدهور وضع الصحي عندما يحدث بعد شهر بعد شهرين يزداد وضع سوءا ولأسوأ لن تتذكر بأن هذا الدواء هو كان السبب فإرجع لتلك الموقع للتكتشف بنفسك إذن أنا لا أحارب شركات لدوية ولا أحارب الأطباء الذين يصفون الدواء لمريض الطبيب تعلم تدرب على علاج الأمراض من خلال وصفة طبيعة فهو سعي لإنقاذ البشرية فحل الخير والشركة تسعر على الدواء إذن هدف أن صحة البشرية لكن هذه ثورة ثورة في العلم ثورة في القرن الـ 21 التي لابد كان لابد لابد ولو أن بدأت من سلطنة عمان دائما نقول فخر لكل عمانية فخر لكل خليجية فخر لكل عربي لكن في الحقيقة كان لابد هذه الثورة تبدأ تنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية لذلك خطة استراتيجية والعلم وكل ما نحاول سعي الوصول إلي انسجاما مع بقية الأجزاء الأخرى من الطب كالغرار الطب الأستيوباثي الطب التقويمي وكذلك الطب الشمولي وبحيث محاولة إجراء انسجام ومن ثم كل جميعها تقع ضمن منظومة متكاملة لصناعة العافية لذلك الإنسان المعاصر اليوم مجرد لديه هذا الخيار ان له كل المزايا بانه يحقق أعلى درجة من الصحة الشاملة الجسدية العاطفية العقلية الروحية واستطاع يكتشب انه فعلا من خلال الطب الأستيوباثي في قدرة جسمه وجسمها على الشفاء الذاتية والصيانة الذاتية والوقات الذاتية إذن يصبح مجرد أن الإنسان يكتشب أنه ماء خلوق وبتالي لا يقل من هذه النعمة الربانية من هذه المواد الأساسية التي أنعم له من الماء والأوكسجين والطاقة والهيروجين وجميعها من خلال الحاكوباثي على الماء الساخن من خلال الأسليب والطرق العلاجية والطرق للطريقة جميع الأسليب وتريقة استخدام وفق للعمر وفق ودرجة الحرارة في الشرب وفي استخدام الخارجي واستخدامات مختلفة والغسيل يعني أسليب مختلفة حان الآن هذه الثورة تواصل مسارها انتلاقا من سلطنة عمان وصلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا ليس إهداء فقط لعمان ولا للخليج ولا للعربية بل للباشري أجمع لكن باعتبار أنه طب جديد طب عماني خليجي عربي لذلك دائما نقول فخر لكل عماني فخر لكل خليجي وفخر لكل عربية انتلاقا إلى العالمية بإذن الله تعالى جل وعلا اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتظل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نرجع كل مستمع لا تكون أنانية أو بخير فالله تعالى يرى كل إنسان وحتى يأتيك القبول مزيد اسعى على مواصلة الحملة والدعم الحملة والنشر هذه المعلومات التي ليس فيها مصلحة ولا تلاعب ولا في سياسة ولا في طمعة هذه معلومات تفيد وتنقذ البشرية ستنقذ أقرى مقربي لك وتنقذ كل من تستطيع توصل فكن قدوة للتغيير في محكم تنزيل قالنا الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فكن قدوة للتغيير قدوة للإنقاذ قدوة لنفع بهذه المعلومات ثورة المعلومات من خلال هذه المعلومات تستطيع توصل سواء الشخص الشخصين عشرة عشرين ألف مية مليون عشرة ملايين حسب ما تستطيع بدون تكلفة بدون أي تكليف طال في محكم تزيل قال الله الله سبحانه وتعالى إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعاه فحسب حسب ما تستطيع اسعى لنشر هذا العلم حتى لتكون من الذين يقعون في هذه النعمة علم ينتفع به يكون اكتملته من ثلاثة صدقات الأهمة التي تعلم من هذه الثلاثة صدقات مهمة جدا بشرية علميا تفع به صدقات جارية ولد صالح يدعو لك إذن واصل نشر هذا العلم وهي تلقائيا كلما نشرت فهي صدقات جارية لذا لا تتعجل لا 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 تخجل ولا تبخل قدم لغيرك نشر لغيرك هناك من الذي سيقولك شكرا هناك من الذي يحتاج لهذه المعلومات فلا نستطيع نوصل للبشرية نحن نوصل البشرية من خلال البشرية خلال العنكبوت عما يسمى العنكبوت لأنه مثله الخيط العنكبوتية بذلك المواقع الإلكترونية يسمى المواقع الإلكترونية إلكترونية إذا نفس الشيء مثل العنكبوت ينتشر ويواصل من إنسان لإنسان وللبشرية أجمع وللعالمية أجمع بإذنة تعالى حتى تنعم البشرية بصحة وفيرة شاملة جسديا عطفيا عقليا وروحيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوكم ومحبكم في الله تتفار اسم الراشد بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان من حاكوة والنس في جينية تيك لأبحاث المؤسسات مؤسس الطبل حاكوباثي حاكوباثي حاكوة روفايت لايس ترابي يعادل الإحياء بالحاكوة الماء الساخن إذا لا تقلل من هذه النعمة لأنها لم تصنع موجودة لك لكن لا تقلل من شأن هذه النعمة حتى تحق أعلى مراتب من القبول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة